اشتركوا في القناة بذاكرة الناس بيفتشوا عليه بين صفحات المجلات وبالصور المنتشرة بأرجاء البيت ويلي قدم كترت بتضل أقل من انه تعب الفراغ يلي تركه جبران كابرييلا حبت تعرفنا على بيه يلي نبشت عليه وعيه تطلو من بين صفحات كتاب جمع الأشخاص يلي بتحبهم وبس تسأل ناديا وقابرييلا عن جبران حتى لو متعرفوا عليه بيعرفوه وبيخبروك عنه وكل وحدة بتشتأله ع طريقته كتير بلاشنا يسألوا عنه كتير كل الوقت ليش ما بيجي ليش ما بيجي بيحكينا بدنا يتلفلنا يلي له انه منحبه يمكن اذا انه عم بيحاسسون اذا يلي له منحبه يمكن بيجي وتتفسر انه ما في يرجع ما في يجي هيد كتير تتفسر لولد هالشي مانا هيني وجبران اللي كان معروف بيحبه للحياة كان قلب البيت النابض بيفقدوله سيهامروا الولاد بكل الايام ولكن خصوصا هلأ بايام العيد جبران مش مانا ما رح يكون بهالعيد اللي بقدر اعمله مثلا جريب اكتر ما فيني جيب لهم اصحابهم ناس من العيلة كلنا نعملهم مثل عيدي جي بابا لانه بدل يشوفهم فرحانين ومبسوطين لانه يعني هيدا وقت صعب بيكون ناديا وجابرييلا حطوا شجرتهم الخاصة وزينوا مثلهم مثل كل الولاد وناطرين بابا نوال والهدية اللي انه الهدية اللي حب عقلبهم هي من دون شك عيلتهم الكاملة مجموعة حولهم وبي يرفقهم لحد شجر نهار العيد لانه الصورة قد ما تحكي ما بتقدر تحكي قلب ولد مشتاق لغمرة بيه فشو حال ازا كان هالبي عايش بقلوب الناس وعلى شاشات التليفيزيونات البيت فاضبة لها السنة متل كل سنة من وقت اختياله ولما يندهوله جاوب بيكون بيقول انه بالصماء باكيد بيقول انه منه راجع انه ما في هو ميت هدي ما فينا ما في الواحد يعطيهم امل بشي ما وبيلهم انه يعني هو موجود هو في شوفنا نحن فينا نصليله وهو بيحرسنا وعلى مكتب جبران بيعده جابرييلا وناديا من وقت لوقت وبيعبره عن حب لبيهم مثله بالورق او بالألم بالنهية مانك بحاجة تفتش بالذكر تتعرف مين جبران التويني فصدى صوته كتار بعضهم بيسمعوه وحتى بعد مراح بعض الصوت بوده وساكن بزوايا بيوت بوطن بحبر الحر بيتحول في لتن يعني طبعا متل ما لاحظته التأذير هو للزميل جورج عيد يلي طلعن بيرح على بيت ميري الى مازل استيجو بران تويني وكان عنده هاللقطات بهاللحظات طبعا مع بناته ومع زوجته اشتركوا في القناة